ولا تقولوا لمن يقتن في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتن في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صنوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جداه عليه أن يضوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد من بعد ما بيناه للنات في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختناف الليل والنهار والفلك التي والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف العياه والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لخوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار